بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني يا رب تكونوا بخير معكم مستر ابراهيم السيد ان شاء الله هنعمل مع بعض مراجعة شهر نوفمبر احياء سنة اولى سنوي الترمئ الاول ويلا بينا كده سنة اولى نبدأ ان شاء الله ان شاء الله المراجعة دي مراجعة جمدة جدا مش هيخرج منها الامتحان باذن الله يلا كده نبدأ بالاختبار الاول عندنا اختر الاجابة الصحيحة للاسئلة من 1 الى 7 رقم 1 اي مما يلي غيابه يتسبب في فقد الخلية النباتية قدرتها على اللمكسان لما يغيب الخلية النباتية ما تقدرش تنقسم هل هو الريبوسوم ولا السنتروسوم ولا الدكتيوسوم ولا الكروماتين طبعا اللي بيغيب الخلية ما تقدرش تنقسم هو الكروماتين خلاص كده طيب اللي هي الشبكة الكروماتين اللي هيبقى بعد كده تكون للكروموسومات طيب عندي بعد كده رقم اتنين عندك الشكل التالي يوضح آلية عمل الانزيم الشكل اللي قدامك ده زائد W خلاص يديك X في الدايرة ديت نصف الدايرة دي وهنا المسلسة اهو طيب يديك الناتج الدايرة وهنا Y و Y طيب ركز بقى كده ماذا يمثل كل من W و X و Y رقم ألف الانزيم هو W والنواتج هي X و المادة الهدف هي Y لا طبعا غلط ازاي المادة الهدف هي Y طيب والنواتج ازاي تبقى هي X طيب يبقى ازا اللي اختير الاولنده خطب طيب عندك رقم اتنين الانزيم هو X ماشي الانزيم هو X عندك النواتج هي W W ده ناتج عندك المادة الهدف Y لا يبقى خطأ عندك G الانزيم هو X الانزيم هو X تمام ماشي الانزيم هو X عندك النواتج هي Y النواتج هي Y اه يبقى فعلا النواتج Y ده النواتج طيب المادة الهدف W المادة الهدف W اه هي ده المادة الهدف خلاص كده طيب يبقى ازا الاجابة عندك هتبقى رقم G الاجابة الصحة رقم G تمام طيب عندي بعد كده رقم ثلاثة يجي يقولك الاشكال المقابلة توضح احد المبادئ التي اعتمدت عليها النظرية الخلوية من العالم الذي وضع هذا المبادئ من العالم اللي حط المبدأ ده عندك شوان ولا فرشو ولا شلايدن ولا فان ليفين هوك يبقى اوتوماتيك هيبقى شلايدن تمام طيب عندي بعد كده رقم اربعة يجي يقولك اي مما يلي يمكن رؤيته عند سبغ خلية نباتية وفحصها بكوت تكبير ربعمية اكس طيب اه اللي احنا نشوفه لما نسبغ خلية نباتية ونفحصها بكوت تكبير ربعمية اكس نشوف الشبكة الاندبلازمية والميتوكندرية ما نشوفهاش والكروموسومات نشوفها والقدار الخلوي نشوفه ولا هنا رقم به الشبكة الاندبلازمية مش هنشوفها والميتوكندرية مش هنشوفها والكروموسومات هنشوفها ليا الصبغيات لان انا لما بازبغ انا بازبغ الصبغيات دي اللي هي الكروموسومات عشان اقدر هشوفها بوطوح تحت المجهر وعندك الجدار الخلوي هشوفه اه يبقى كده فعلا انا مش هشوف الشبكة الاندبلازمية ومش هشوف الميتوكندريا لكن هشوف الكروموسومات وهشوف الجدار الخلوي يبقى اذا الاجابة رقم به دي صح طيب عندي بعد كده السؤال الخامس يجي يقولك الشكل التخطيطي المقابل يوضح جزء من الغشاء البلازم الشكل اللي قدامنا ده ده غشاء بلازم تمام ودرسمنا مع بعض وإحنا بنشرح الدرس أي مما يلي يوضح المصار الصحيح الذي يمكن من خلاله انتقال الجلوكوز والماء عبر الغشاء البلازم طيب انت عندك بص كده معي بقا طيب تعال وقا هنا بقولك إيه بقولك الجلوكوز وعندي الماء الجلوكوز هو Y فقط Y فقط ده هو الجلوكوز وعندك الماء هيبقى Y و X بينتقل الماء خلال Y و X أو قالك فعلا الماء بتنتقل من هنا وبرضو من هنا لكن X ده ما يعديش منه لكن Y ده ما يعديش منه ألا الجلوكوز فقط يبقى هنا y دا جلوكوز بس ليlaughter من هنا أما هنا x و y آپة الغلوكوز 잖아요 هنقوله الماء من الاثنين x و y أما الجلوكوز هيبقى y فقط تمام ده المصار الصحيح أيا من الشكل البيان المقابل الذي يوضح العلاقة بين معدل نشاط انزيم السكريز وتركيز سكر السكروز أي مما يأتي السبب في سبات نشاط الانزيم عند النقطة X اللي بيخلي الانزيم يثبت عند النقطة X ده طبعا معدل نشاط الانزيم وده تركيز سكر السكروز طيب هل هو تصبيت نشاط الانزيم ولا استهلاك كل مادة التفاعل ولا أن تركيز الانزيم يحد من معدل التفاعل الكيميائي ولا أن تركيز مادة التفاعل تحد من معدل التفاعل الكيميائي طبعا هي الإجابة الصحية تبقى رقم با ليستهلك كل مادة التفاعل لما استهلكت كل مادة التفاعل ده أدى إلى سباية مشاط الإنزيم عند النقطة X فلس كده؟ طيب يبقى استهلك كل مادة التفاعل يجي يقول لك أي مما يلي يوضح المصار الصحيح لإنتاج إنزيم ما عندك الريبوس مات وبعدين جسم جولجي عندك الريبوس مات جسم جولجي حويصلات ناكلة شبكة اندبلازمية خشنة؟ لا طبعا ولا الريبوس مات وحويصلات ناكلة وجسم جولجي والشبكة الاندبلازمية الخشنة؟ برضو لا ولا الريبوس مات وبعدين شبكة اندبلازمية خشنة وبعدين حويصلات ناكلة وبعدين جسم جولجي أيوة كده ده الترتيب الصحيح يبقى ده المصار الصحيح لإنتاج إنزيم ما يبقى ريبوسومات بعدين شبكة اندوبلازمية خشنة وبعدين حواصلات ناكلة وبعدين جسم جولجي يبقى إذن اللي جابه رقم جيم هي اللي صحيح طيب عندي بعد كده يجي يقولك أجب عما يأتي ما العلاقة بين عدد النويات في الخلية وتكوين البروتين هنقوله طبعا هنا العلاقة ترضية حيث قد توجد أكثر من نوية بنواة الخلية طبعا هنا هنقوله العلاقة علاقة ترضية لإنه ممكن توجد أكثر من نوية طبعا هنا هنقوله العلاقة هنا علاقة ترضية لإنه ممكن يوجد أكثر من نوية في النواة بتاعة الخلية خاصة بالخلية المختصة بتكوين وإفراز المواد البروتينية زي الإنزيمات والهرمونات البروتينية طيب عندي بعد كده رقم 9 مع عدد الأنيبيبات الضقيقة التي يتكون منها الجسم المركزي في ثلاث خلايا عصبية في الإنسان طبعا الأنيبيبات الضقيقة هنا عددها بيسوي صفر ليه؟ قالك لأن الخلية العصبية أصلا ما فيهش جسم مركزي أنت أخذ الكلام ده من ثلاثة أعداد الخلية العصبية أمستر ما بتنقسمش لإنه ما فيهش جسم مركزي طيب عندك بعد كده رقم 10 يقول لك ما دور السيتو بلازمة في تدعيم الخلية الحيوانية ما دور السيتو بلازمة في تدعيم الخلية الحية هنقول له طبعا السيتو بلازمة ده بيحتوي على شبكة من الخيوط والأنابيب الضقيقة اللي بتعرف بهيكل الخلية والتي تكسب الخلية الحية دعامة وتساعدها في الحفظ على شكلها وقوامها يعني طيب عندي بعد كده الاختبار التاني يجيلك اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة من 1 ل 7 الشكل التالي يوضح تجربة لهضم زلال البيض بإنزيم البيبسين المستخلص من معدة الإنسان في أي الأنابيب سوف يهضم البروتين هنا بقى بيقول لك زلال البيض زائد إنزيم البيبسين ولا زلال البيض زائد حمض هيدروكولوريك مخفف ولا زلال البيض زائد حمض المخفف زائد إنزيم البيبسين ولا زلال البيض زائد حمض هيدروكولوريك مخفف زائد إنزيم بيبسين بعد التسخين عنده 75 درجة سيلزية طبعا هي هتبقى رقم جيمهيال لصح اللي هو زلال البيض مع حمض هيدروكولوريك مخفف مع إنزيم بيبسين طيب عندي بعد كده رقم اثنين يقول لك من العالم الذي استطاع رؤية الريم الأخضر الذي يغطي سطح المياه الراكدة باستخدام قوة تكبير قد تصل إلى 1800 مرة من حجم الأصل الأول مرة هل هو فرشو ولا فان ليفن هوك ولا روبرت هوك ولا شوان طبعا هيبقى فان ليفن هوك طيب عندي بعد كده رقم ثلاثة يقول لك الشكل البيان المقابل يوضح العلاقة بين نشاط إنزيم معين وتركيزه في الوصف عند زيادة تركيز مادة التفاعل من المتوقع أن يكون أعلى نشاط لهذا الإنزيم عند التركيز هنا العلاقة بالنشاط الإنزيم وتركيز الإنزيم طيب هنا هيبقى واحد من عشرة ولا اثنين من عشرة ولا تلاتة من عشرة ولا أربعة من عشرة هتبقى طبعا الإجابة أربعة من عشرة يبقى هنا أربعة من عشرة طيب عندي بعد كده رقم أربعة فيما يتشابه الغشاء البلازمي مع الغشاء النوم الغشاء البلازمي والغشاء النوم يتشابه في إن كلاهما يتقوم من طبقتين ولا كلاهما يتماز بخاصية النفازية ولا كلاهما به بوابات ولا كلاهما يفصل بين محتويات الخلية والوسط المحيط طبعا هي هتبقى كلاهما يتقوم من طبقتين طيب عندي بعد كده رقم 5 يجي قولك أي الخلية التالية تستطيع إنتاج أكبر كمية من إنزيم اللايبيز عندك أكبر أي الخلية بتقدر تنتج أكبر كمية من إنزيم اللايبيز طبعا هي هتبقى الخلية الأولى الخلية الأولى ديت بتنتج كمية كبيرة جدا من إنزيم اللايبيز طيب عندي بعد كده رقم 6 إنزيم هاضم في الإنسان يهضم المادة الهدف له بمعدل سريع عند درجة حرارة 37 درجة سليزية ماذا يحدث لو وضع الإنزيم والمادة الهدف في درجة حرارة 50 درجة سليزية في الحالة دي لن يحدث تفاعل يبقى لن يحدث تفاعل يبقى اللي يجابها تبقى رقم ألف لها لن يحدث تفاعل عندي بعد كده رقم 7 الأشكال التالية توضح 6 خلايا أي منها خلايا حيوانية وأي منها خلايا نباتية طبعا أنت عندك هنا بقى بيديك اختيارات بيقول لك الخلايا الحيوانية تكون هي رقم 1 و 5 و 6 والخلايا النباتية 2 و 3 و 4 ولا رقم بي الخلايا الحيوانية هتبقى 2 وهتبقى 4 ولا الخلايا النباتية تبقى 1 و 3 و 5 و 6 لا طبعا إيه ده؟ طب عندك جيم هل هي تبقى 1 خلايا حيوانية ماشي 3 خلايا حيوانية ماشي 4 خلايا حيوانية ماشي 6 خلايا حيوانية ماشي لأن ده كله وشاء بلازم قدامك طبعا والخلايا النباتية تكون اتنين لأن لها اقدر خلايا من برها و فجوة كبيرة و عندك تكون خمسة اه برضو لها اقدر خلايا من برها و فجوة كبيرة في النص هي يبقى إذن الخلايا النباتية هتكون اتنين و خمس كده صح يبقى الاختيار الصح هيبقى رقم G والباقي دول خلايا حيوانية يبقى النباتية هنا هيبقى رقم اتنين و رقم خمس دي النباتية طيب عندي بعد كده يجي يقولك أجب عما يأتي ماذا يحدث إذا كانت قوة تكبير العدسة الشيئية في الميكروسكوب الضوئي 100 مرة و قوة تكبير العدسة العينية 20 مرة في الحالة دي هتكون قوة تكبير الميكروسكوب الضوئي الميكروسكوب الضوئي في الحالة دي هنضرب بقى هنقوله 100 في 20 هنضرب المية دي 2 في 20 هتساوي 1000 مرة وبالتالي تكون الصورة غير واضحة لأن الميكروسكوب الضوئي ماله الليك بيقبر الأشياء إلى حد يصل إلى 1500 مرة من حجمها الحقيق يبقى الميكروسكوب الضوئي ده بيقبر الأشياء 1500 مرة تجبير أكبر من حجمها لإيه؟ الحقيقة طيب عندي بعد كده ما يوجه الشبه بين العضي المقابل والريب بصومات العضي اللي قدامنا ده والريب بصومات أوجه الشبه ما بينهم إيه؟ هلقول له أنه كلاهما عضيات غير غشائية يبقى كلاهما عضيات غير غشائية طيب عندي بعد كده رقم عشر أشكل البين المقابل يوضح إحدى العمليات الحيوانية التي تحدث في أحد أجزاء الخلية ادرسوا ثم محدد ما العضي المسؤول عن حدوث هذه العملية الحيوية وده اللون الأورنج ده جلوكوز والأخضر ده جلايكو جين حدوث هذه العملية هنقول له ده اسمها الشبكة الإندبلازمية الملسائية المسؤول عن حدوث هذه العملية طيب كده بتكون مراجعتنا انتهت أرجونيات كون أفادتكم تذاكرها كويس وإنقلها فرق خارجي وحاول أن تحفظها وتذاكرها وان شاء الله ما يطلع شي منها اللي امتحان بإذن الله وكله يجيب الفول مارك بإذن الله كان معكم مصر إبراهيم السيد انتظرونا في مراجعات تانية كتير سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته